انتقر في لبنان وخلال المحاضرة اكو دكتور قاعد ما اعندري بيه دكتور هو طبعا هو قاعد بعد المجلس دعينا الى عشاء هو طبعا لي ما عرف انا دخل كان من المدعوين هو طبيب يعمل في روسيا لكنه لبناني فصار الكلام بيني وبينه في بعض القضايا العلمية اللي ترتبط به وبعض الامور التفسيرية اللي انا كنت اطرحها من جملة ذلك قال لي هذا الكلام ما انساه من باب تخصصه قال لي شيخنا احنا قسنا قسنا ألم الام عند المخاض اخوان اسمحها ارجوك قال احنا قسنا ألم الام ألم الام الوجع اللي تتحمل الام عند المخاض عند الطلق من تجيب الولد اش قد قال الألم اللي تتحمل الام يعادل ألم كسر ستة واربعين عظم من جسدها موح جاية ترى والله خلى هاي الناس كلها تبتشي الحضور كل من ذكر أمه بيتش زين ستة واربعين كسر الآن هذا صبعك اه وكسره اش قد بيوجع هذا كسر واحد زين ستة واربعين واحد كسر هنا كسر هنا اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ستة واربعين كسر ألمه إذا جمعه يصير ألم المخاض للأم ويوقف قدها ممه ويجتمها ويوقف قدها ممه ويضربها ويوقف قدها ممه ويطردها من البيت والله والله هلتم تشوفون المقاطع لو ما شوفون هلتم تشوفون لو ما شوفون هذولي أعمل قلب اللي هيك يطرد أمه بالشارع هذا اللي يضرب أمه هذا اللي يجتم أمه هذا اللي يبتش أمه والمذيع يقلها الله لا ينطي هذا ابني يقول له لا هذا ابني لا تحشي عليه لا تدعي عليه هذا هو صدر اطردني لكن لا تحشي عليه ما ترضى الأم ما تقبل الأم نترحم عليه هذه الليلة الأمهات اللي تحت التراب لا تنسوها هذا على القليل أقل حق نقدر نسوي لها نهدي ثواب هذا المجلس للأمهات اللي تحت التراب وحتى اللي أمة حية عدلة موجودة مولاي يتأثر بالكلام لأن ذكرتك يا يمة مجلس حسين يا يمة وهملة دمعة العلم